اهلا وسهلا فيكم صبايا مطبخي قطايب امار ريش اليوم رح نقدم معكم الكبة المقلية الانابل باسهل واسرع طريقة الكبة المقلية الانابل مع ارشي ببرغل عمقي وجهزي برغلات كصبية ويلا ندخل على المطبخ ونجهز الكبة المقلية هون حطينا البرغلات وسط البرغل مو ناعم ولا خشن مع لتر ماي ملحنة فيه ورح نحركه وننقعه تقريبا عشرين دقيقة رح تكون هبرتنا جاهزة للكيلو البرغل رح نحط له نص كيلو هبرة هبرة عجل او خروف مو مشكلة صبية هون نحرك البرغل ورح نضيف عليه معلقة كمون كبيرة ومعلقة ملح كمان كبيرة ورح نقشر كمان 3 بصلات صغار او بصلة كبيرة ونضيف عليه قبل ما نفرم البرغل صبايا نصيحة بتحطوا مي ملحنة فيه مو مي ساخنة لحتى تنجح معنا الكبة وتصير معنا الكبة معاجينة ولحتى كمان ما تنهمس معنا البرغل جوا الكبة وتم معنا صحيحة ضروري يكونوا حبيات البصل تازايات صبايا ضروري نعطي للبرغل للمي اللازمة لحتى يمشي معنا على الماكينة لاني اذا مو اخد المي كفاية ما رح يمشي على الماكينة هون درنا او فرمنا اول وش حبيباتي لما منجيب الحبرة منطلب من اللحام يدر الناياها وش واحد على الماكينة مو ضروري يخفقه مو ضروري يطحن الناياها وشين لاني بيزيد عليها مي وتلج وتعطينا شكل ماياء صبايا انتبهي وانتي عب اضيفي المي على البرغل كل برغل بحتاج كمية من المي انا احتاج معي لتر وانا عبادير كمان الكبة لحظت عليها انو ناشفة شوي حطيت الله كمان رشة مي مو كتير بكتري مي لحتى البرغل والكبة تنجح معيك هون رح اضيف بعد ما درنا البرغل وشين او دورين رح اضيف الهبرة ضفت نص هبرة خاروف ونص هبرة عجل البرغل معنا حتاج ثلاث وجاه لاني بدأت حبيت البرغل لقيتها عبتقرط ضفت الهبرة معه وانا عبادير الوش الثالث ضفت الهبرة لحتى احصل على عجينة متمازجة مع الهبرة انا ضفت هون مع الهبرة شقفة شحمة لحتى تعطي طعامي شهية وزكية للكبة شغلة اختيارية بتريدوا تضيفوا الشحمة بتريدوا ما تضيفوه على كيف كون انتو من الاسهل اليك صبية وانتي عبتديري البرغل لتالث وش فيك تخلطي الهبرة والبرغل سوا لتحصلي على عجينة متماسجة مع بعضها ومتماسكة ومختلطة بالماكينة هون لقيت البرغل ناشف وانا عبطحنه حطيت له رشة مي بحتاج البرغل وانتي عبتطحني شوية مي ازا شفتيه ناشف ولما عبتشتغليه كمان بده كمان رشة مي طبعا ازا شفتيه ناشف اما ازا كانت شغالة معك كويس العجينة ما بده ميه هون خلصت الدور الثالث وايجا دور امزوج الهبرة مع العجينة كويس لحتى يتجانسوا سوا وما تبين الهبرة جوا عجينة الكبة الصبية المي او رشة المي اللي منحطها لما منشوف الكبة مع تشتغل معنا مع تتحرك معنا تحتاج رشة مي منحط لها مي محتاجة ما منحط لها صبايا قليت اللحمة مع بصلة نعمة زوء شخصي البصلة وقليت المكسرات بالزيت ونشفتهم كويس وبردتهم كمان هنن واللحمة وبعدين خلطتهم سوا بهذا الشكل ضروري الدوقي ملح اللحمة واذا محتاجة ملح تضيفيلها وبتحطي لها معلقة بهارة صغيرة للكيلو اللحمة وبتحطي لها رشة قرفة قطعت قطعة الكبة تقريبا 35-40 غرام كل قطعة الكبة وصرت اخذ كل قطعة وقبل اصبعي مي وكفي مي لحتى ما تلزق الكبة على اصابعي واحفر بهاي الطريقة حفرتها بهاي الطريقة ورح احشية لحمة مكسرات صبايا حطت لكم الطريقة بالتفصيل وبالتصوير واضحة وخليكن متابعين ورح تنجح معكم هلا رح نسد قطعة الكبة طبعا رح نبلغ اصابعنا شوية مي لحتى تتحرك معنا قطعة الكبة متل ما بدنا وهيك خلصت معنا قطعة الكبة رح تنجح معكم ان شاء الله كمان اخذنا القطعة التانية وبلينا الخنصر كمان مي وكفي ايدنا كمان مي وحفرناها بهاي الطريقة بالتفصيل حيتطلق الطريقة حيتطلق عدة قطع شان تتعلمي معنا وهون عم نعبية لحمة وكمان منبل اصابعنا بل بسيطة مي ومنسد قطعة الكبة هاي كبة الانابل يلي حاب تسوي كبة انابل في طريقة تانية ممكن تركبي قلب الكبة الدرويش على الماكينة وتطالع معك على شكل قلب الكبة الدرويش وتسديها كمان بقطعة خشب رح اعرض لكم ياها بالمرة الجاية ان شاء الله كبتنا ما حتاجت معنا ولا رشة طحين ولا رشة سميد ولا حتى قطعة خبز كبتنا هوني برغل لحمة حبرة وبس هوني حفرت قطعت الكبة وعبيتها وكمان بتبلي ايدك ماي وانتي عبت سدية لحتى ما تعلق بكف ايدك او باصابع ايدكي وانتي عبت حركيها بهذا الشكل حاولت اعرض لكم الكبة شلون عم نحفرها بالخنصور وفيكي كمان تحفرية باصبعت ايدك الشاهدة بالخنصور اسرع واسهل هون بهاي الطريقة السهلة وما رح تتعذب فيها وانا عبقلك من ثاني قطعة ثالث قطعة رح تنجح معك ان شاء الله باذن الله هوني عم نعبيها لحمة وراح نسدها كمان كبسة بسيطة من الخنصور والشاهدة صبايا عجينة الكبة ممكن تغطيها بقطعة نايلون حتى ما تنشاف وكمان القطعة اللي خلصناها كمان غطيها بقطعة نايلون حتى ما تنشاف ممكن تفرزيها الكبة بهاي الطريقة متل ما هي بالدخلية على الفريزة بتفرزيها بالجمدية بعدين بالشيلية بتحطيها بالكياس وبتفضل معك شهرين كاملات واكتر كمان بالفريزة وبالطالعية كمان بتحليها عشر دعية وبتقلية هوني حطينا الزيت عميق أعلى من قطعة الكبة حتى تتحمل الكبة معنا كويس وخلينا يغلي الزيت وسقطنا قطعة الكبة وشوفوا شلون قطعة الكبة الحمد لله ما بتتكسر معنا وماكنة وقوية وراح تطلع كمان تهرش هوني خلصت معنا تحمير الكبة صارت ذهبية بهذا الشكل وقبل ما تطالعي آخر قطعتين فيك يتسقطي بقيت الكبة حتى ما تطرش الكبة وما يحترق الوجه الخارجي للكبة طالعت الكبة من الزيت حطيتها على محارم المطبخ لحتى نتخلص بالزيت الفية واتم معنا ناشفة الكبة وعب تقرش خليكن صبايا معي متابعين على قناتي أطيب أم الريش لنقدم معكم أكلات رمضان وحلويات العيد بإذن الله تعالى الكبة طلعت تهرش هرش وطيبة كتير وطعمتها ولا أروع من هيك حبيبي خليكن متابعين معي على قناتي أطيب أم الريش رح نقدم أطيب الأكلات وألزل حلويات على شهر رمضان والعيد المبارك بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر